تصميم صورة أو رسم صورة بالذكاء الاصطناعي مجانا وبدون برامج هندخل على جوجل ونكتب Playground لازم أسجل في الموقع لو أنا داخل عليه لأول مرة وبعدين بضغط على Create ومن هنا هاختار Stable Diffusion ومن فلتر هاختار الفلتر اللي أنا عايزه أنا بحب أختار Macro Realism وبعدين هكتب في البرومبت هنا وصف للصورة اللي أنا عايزها أنا هكتب مثلا Queen Kilometer يعني عايز أرسم شخصية الكيلو باترة وممكن أضيف From Facing Camera يعني عايز الصورة دي تبقى متصورة من الأمام يعني ما يجيب ديش الصورة دي من الجنب يعني وبعدين In Ancient Egypt يعني في مصر القديمة طبعا ممكن أترجم من عربي لإنجليزي من خلال Google Translation وحضغط على Generate حيطلع لي الصورة بالشكل ده ولو الصورة دي مش عجباني ممكن أضغط على Generate تاني عشان يطلع لي صورة تانية وهكذا ومن ال Quality بختار جودة الصورة أعلى جودة ممكن أدخلها هي 29 أكتر من كده ده للحسابات المدفوعة ولكن 29 دي جودة جميلة جدا ومنسبة جدا وبعدين من Refinement لما بغير في القيمة بتاعتها بيغير لي تغيرات كبيرة في الصورة اللي هو رسمها لي يعني ممكن نجرب مثلا نخليها 10 مرة ومرة نخليها 80 هنلاقي في تغيرات كبيرة بتحصل في الصورة وعشان أحفظ الصورة من Actions بضغط على Download طيب لو كتبت شخص يجلس على كافي في الشارع ويشرب القهوة لو كتبت أي حاجة غير واقعية لو كتبت مثلا قطة تلبس سماعة هيدفون هيطلع لي الصورة دي لو كتبت قطة تجري في الشارع تطلع لي الصورة دي بس كده وشكر شير الفيديو وما تسبش المعلومة تقف عندك وشاركني السواب دعمك لي بلايك وسبسكرايب بيساعدني على الاستمرار لو ليك أي كومنت سبهولي في التعليقات تحت أي ملحقات بستخدمها في الفيديو وبسيبها لك في صندوق الوصف